مع استمرار جائحة كورونا لا يزال العالم ينتظر بفارغ الصبر طرح أول لقاح ضد الفيروس التجي كوفيد-19 وسط صباق مع الزمن تعيشه عدة مختبرات طبية في العالم لتطوير لقاح ينهي الأزمة المستفحلة منذ بداية العام الحالي باحثون في جميع أنحاء العالم يتسابقون لتطوير لقاح ضد كورونا حيث يجري حالياً تطوير نحو خمسة لقاحات مختلفة تخطط مراحل مختلفة من الاختبارات يتم تتبعها من قبل منظمة الصحة العالمية دول عدة دخلت سباق البحث العلمية بشأن التوصل للقاح قادر على تحفيز الجهاز المناعي لتطوير الأجسام المضطد داخل جسم الإنسان كانت أبرزها روسيا حيث أخذ اللقاح الروسي صداً كبيراً في العالم والذي كشفت التقارير الحديثة عن نجاح الاختبارات السريرية له على عدد من المتطوعين وبانتهاء هذه التجارب سيكون اللقاح الروسي أول لقاح يكمل التجارب البشرية فيما أعلنت الولايات المتحدة انتهاء المرحلة الثانية من اللقاح المرشح لفيروس كورونا الذي يعمل عن طريق الحمض النووي إضافة لدخول كل من فرنسا وبريطانيا والصين على خط تطوير اللقاحات رغم عدم وضوح نتائج التجارب السريرية الخاصة بها لغاية الآن ورغم تأكيد بعض العلماء أن اللقاحات الأولى التي ستطرح في الأسواق لن تكون بالضرورة هي الأكثر فعالية إلا أن السؤال الأهم لجميع شعوب العالم هو متى سيطرح هذا اللقاح في الأسواق؟ وهل سيكون بمقدور الجميع الحصول عليه؟ أم ستحكمه أيضاً سياسات العالم المتصارعة؟ ترجمة نانسي قنقر